اشتركوا في القناة لا في خناءة في خناءة كبيرة وخناءة ممتدة وعايز اقولك انه الخلاف بس هي الشيخ صابري دلوقتي بقول ما فيش خناءة لا ما يقول ما هو طبيعا الشيخ صابري يقول ما فيش خناءة يعني لكن هي الخناءة بدأة مبكرا جدا يعني مش مسألة خلاف حوالين الخطبة المكتوبة انه شيخ الازهر انه وزير الاوقاف عايز يعمل خطبة موحدة مكتوبة والازهر رافض الاسلوب لان انا عايز اقولك على حاجة لو كان الوضع معكوس وكان الازهر هو اللي اقترح الخطبة المكتوبة كان وزير الاوقاف رفت وتحرش بيهم دينيا وسياسيا يعني الخلاف ممتد منذ حل محمد مختار جمعة في وزارة الاوقاف وانا يعني عايز اقولك على مقابلة ما بينه وبينه بشكل واضح جدا ايام ما كان في حملة ضخمة على الاخوانة الازهر وكنا بنكشف المستشارين بتوع شيخ الازهر الاخوان وبالاسماء المسألة مش وهو كان داعم لهذه الحملة بشكل واضح جدا وانا كنت معتابة دا دور وطني فكنا بنتكلم لانه شيخ الازهر يعني غضب جدا ووصل غضبه دا لمؤسس الرئاسة لانه الراجل كان وصلت للمرحلة انه ناس بيقولوا انه محمد مختار جمعة يمكن ان يكون بديل لحمد الطيب ورغم انه دا ما ينفعش حتى قانونه لانه مختار جمعة مش عضو في هيئة كبار العلماء اللي بيختاروا منها شيخ الازهر مسألة بعيدة جدا فيومها هو قال لي احنا من باب السياسة حتى يعني مفروض ان الحملة تهدى شوية لانه الازهر زعلان وطوله دي حملة على الاخوانات الازهر فده مسألة مبدئية بالنسبة لنا ممكن تبقى مسألة سياسية بالنسبة لك من طريقنا مش واحد يعني والدرجة انه كان الموانس براين محلب مرة خد محمد مختار جمعة وراحه الشيخ الازهر في مكتبه حتى يسترضي يعني يعني الراجل كان غاضب بشدة وعايز اقولك بشهادة احد معرير الازهر اللي كان موجود في المشيخة يوم الزيارة لما الدكتور مختار جمعة خرج من مكتب شيخ الازهر وسأل المحرر ده المحرر موجود واسمه موجود عندي يعني مش سأل شيخ الازهر قال له يعني كده الامور بقت تمام يا مولانا قال له يا ابن اللي في القلب في القلب احنا قدام كرسة ضخمة جدا ان القيادات الدينية اللي موجودة في مصر اللي هي مفروض تقود تجديد الخطاب الديني قاعدين بيتخنقوا هو مين اللي يعمل تجديد طيب رغم ان هما الاتنين فعليا يعني مميليوش تجديد ولا نيل واحنا متكلم عن تجديد الخطاب والخناء اللي بينهم فيه عندنا مشكلة تانية فيه عندنا فتنا طائفية وشوفنا نهارده انه فيه وفد من الكنيسة كان في الاتحدي بيقابل الرئيس هل كل حاجة الرئيس مفترض انه يدخل فيها يعني احنا القيادات الدينية منشاغلة في مين اللي يجدد الخطاب الديني وما بيجددوهش بس انت سألت السؤال ده مبارح انا كنت بشوف الحلقة مبارح وانتي فتحتي به انه بس قوضاتي هل معقول انه المشكلة انه الدولار يبقى الرئيس الفتنة الطائفية يبقى الرئيس في مصر اه بشكل واضح جدا وعايز اقولك انه وده كلام يعني انا اسأل عنه وحدي يعني فيه ناس احنا يقولك انه سيسي ديكتاتور او سيسي مستبد ياريت يبقى مستبد يعني ياريت ياريت عفتح سيسي يبقى مستبد لانه الازمة الطائفية ازمة مزمنة على الارض والمشكلة الاكبر فيها في المواطنين وفي المسؤولين وهي دي محتاجة لخطاب الدين وتجديده لا هي مش محتاجة لخطاب الدين الحقيقة بس لا هي محتاجة الان محتاجة يد قوية حاسمة تطبق القانون وبعاية كله وعد في بيته بعد دي كده تيجي مرحلة تجديد الخطاب الديني الخطاب الديني مشحون بالكراهية ضد الاخر عايز اقولك على حاجة هو الناس اللي بتطلع تحرق كنيسة دي ما هي دول معتمدين على خلفية دينية انه الازهر في مناهجه بيقول انه الاسلام ضد بناء الكنائس في الارض التي تفتح وضد ترميم وتجديد الكنيسة التي تهدم كويس انت فيه هنا سنة ديني عندك في الازهر في مناهجك في مناهجك اللي هي المناهج دي تقدر تقولي انت مشتريحة الضمير كده نحن امام نصوص وافكار مؤسسة للتطرف بشكل وضع حتى لو الشيخ الازهر طلع وقال انه الازهر يعني معتدل وكيوت والحياة لطيفة جدا ده يخصه ده تصريح يخصه هو لكن الوضع على الارض لا المناهج في الازهر والخطاب الديني مسئول بشكل كامل عام ما يحدث من فتن طائفي لكن الازمة دي النهاردة المتكررة طول الوقت تعافي احنا كان عندنا اربع سباب الفتن الطائفية طول الوقت اول حاجة اللي هو البيوت اللي بتتحول لكنيس لانه ما فيش كنيسة موجودة وبعدين العلاقات العطفية انه فيه مسلم حب مسيحية فتهرب معاه فيليبوا الدنيا او العكس او يحصل عكس وبعدين فكرة الاساءة انه حد يكتب مقال ولا طفلين يعملوا مسرحية ولا اشياء من هذا القبيل فالدنيا تقوم كويس؟ كل هذه الاشياء الان محتاجة لتدخل حاسم من الدول النهاردة مثلا المشهد انه البابا وعدد كبير من عضاء المجمع المقدس راحوا قابلوا رئيس عفل تحسيسي مقابلة عظيمة جدا لطيفة جدا وهو قال كلام يحترم والناس كانت متفهمة للوضع لكن هل هذا يكفي؟ لا يكفي على الاطلاق لان المقابلة اللطيفة دي مفروض انها تتحول الى اجراءات على الارض انا عايز اقولك حقيقة مفزعة جدا فكان الراجل بتاع الامن ده اللي هو مفروض يمنع المسلمين اللي راحين يهدموا بيت عشان يتعامل فيه كنيسة هو مقتنع انه لازم البيت دا يتهدي فبقى انت مين هيحمي المسألة؟ يعني كل اللي بيحصل ده مش هيخلينا ان احنا نوصل لانه يكون فيه قانون دوره بادا موحد؟ ما يتعامل قانون دوره البادا موحد وانا عايز اقولك انه فيه اقتراح في هذا القانون انا قلته زمان وكلمتي فيه مع الامبى موسى اللي هو اسقف الشباب قلت له يا فندم لما اطلبوا بيه بنا الكنيس قولوا للدولة ان احنا عايزين نبني الكنيس اللي احنا محتاجينها مش اللي احنا عايزينها فيه احساس عند المسلمين انه لو احنا فتحنا الباب للمسيحيين يبنوا الكنيس فهيبنوا في كل شرع كنيسة قولك دولناس معهم فلوس واغنية وبتاع لكن انت بتحدد بشكل واضح جدا الكنيس اللي انت محتاجها فيه مناطق خالية من الكنيس تب المنطقة دي خالية نبني لها كنيسة المنطقة دي محتاجة فيه انت عارفها الازمة في ايه انه هو عشان يروح يصلي فممكن يمشي مثلا مية كيلو او مية وخمسين كيلو عشان يروح كنيسة مش دي الازم لما يحب يصلي على واحد مات فبيمشي في صدال وشهلينه مثلا مية ومية وخمسين كيلو عشان يصلي فانت شوف الاباط محتاجين كنيس قد ايه وفي انه مناطق وبشكل واضح جدا وخليهم يبنوا الكنيس اللي هم محتاجينها مش اللي هم عايزينها عشان تخلص من هذا الصدع لكن المسألة على الطرف التاني ولانه هو عايز اقولك على حاجة ما هو القانون طبق في اللي حصل في المينيا في المناسبة يعني ها عندنا ازمة لانه هو القانون هنا ما بيبصش للمسألة في النهاية انه ده حدث طائفة هو بيبص الاخناء يعني هما ناس راحوا تخنقوا وقلعوا ستة هدومة فبيروحوا وكيل النيابة شايفني دي اخناء فهو بيفرج عن الراجل بكفالة خمس تلاف جنيه هو طبق القانون يعني الناس بتستغرى بيقولك لا لا بد من تطبيق القانون فيه الأحداث طائفية لا اتعام عايز اقولك انه المطلوب تجديد العقوبات فيه مثل هذه الأحداث يعني يبقى فيه اجراءات استثنائية فيه اجراءات ايوة انت ممكن تعمل شرطة اسمها شرطة الفتنة الطائفية في مصر لانه المسألة صعبة ممكن تعمل تغليز فيه القوانين اللي بتحكم لانه القانون الطبيعي العادي هو بيشتغل لان الناس تخنقوا وراحوا في الراجل طلعهم بكفال فييجي يقولك بقى فين القانون والدولة ما بتطبقش القانون ولو الدولة تطبقت القانون هي بتطبق القانون بس الحدث اكبر من نصوص ومواد هذه القانون طبعا هستأذنك ان احنا نخرج فاصل وبعد فاصل نكمل نحوة بجد التحية لحضراتكم وعلى دكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدك البوابة وعايز اخذك للملفتين وهو ملف الدولار وهو مسيطر على المنشتات زي ما احنا بنشوف في الجرائد في اليوم السابع فيه 48 ساعة من القفزات الاقتصادية استمرار حرب الدولار وانخفاض العملة السوداء الى 10 جنيه و50 قرش وصول بعثة صندوق النقد للقاهرة لانهاء المفاوضات حصول على 2 مليار دولار الشريحة الاولى وتسديد 8 مليار دولار يعني كله بيحاول ان هو يفهم اللي بيحصل ويتبع الحدث ومحدث سهل الحكومة والمجموعة الاقتصادية تعاملت ازاي مع الموضوع ده ولا المجموعة الاقتصادية فاهمة انت فاكرة من المجموعة الاقتصادية فاهمة اللي بيحصل بصي احنا تقريبا فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في قه المستنقع يعني يعني في اخر حاجة لان انت مثلا احنا فهمنا ايه اللي حصل في الدولار عشان ارتفع وبعدين احنا فهمنا ايه اللي حصل في الدولار عشان انخفق الناس يقولك انه فيه كمان نظريات مؤامرة طبعا بتقولك إيه؟ آه ده هي الدولة رفعته شوية بكيته دولة عشان بتخلي ناس تستوي بال12 ديليم لا أنت الوضع صعب ولو أنت بتتكلمي برضو في مسألة القانون يعني أنا مفروض أبقى قدام دولة عارفها بالزبط إيه الأسباب اللي قدت لي هذا الارتفاع في الدولار ويقول لي عليها وبعدين يقول لي أنا عليكتها فانخفض أنت بتتكلمي لمجرد وكأن الدولار انخفض بالوحي يعني لما رئيس تقابل مع المجموعة الاقتصادية فالدولار انخفض كده يعني ما فيش حد أقلق هو إيه اللي حصل بالزبط على الأرض صحيح فيه إجراءات فيه مدهمات لشركات صرافة النهاردة فيه عشر شركات صرافة في القرى والجيزة تم مدهمتهم وفيه تقبض على ناس بيدربوا بالدولار كل دي مقبولة لكن هل هو ده السبب فقط طيب وإذا كان السبب يعني قال هل أنا ما عنديش في الحكومة دي العظيمة حد بتاع اقتصاد يطلع يقول يا جماعة اللي حصل في اقتصاد البلد 1 2 3 4 طيب لما انخفض يقول انخفض عشانه بدل ما يسيب المسألة للتكاهنات والإشعاية انت عارفة وقالك أنه الدولارة في التلفزيون المصري بـ 8.5 وعلى مكملين بـ 13.5 فاحنا نشتري من المكملين ونبيع عارفة مسألة بقت هزار لأنه المسألة يعني فيه عنوان أنت كنا بنشير لي أنه انهيار الدولار بعد تدخل الرئيس ما هو ده أثار النكت ما هو انهيار الدولار دي أنا كنت بقى بسأله أيو بقى فيه نكتة لأنه دولار كان بـ 13 فابقى بـ 11 هلا يعني ده عامل زي النكتة بتاع بيقوله الراجل مرتك ماشى مع 13 واحد قال لهم لا ده 11 بس طيب أنا أستأذنك طيب أنه يعني أرجع لموضوع الدولار والناس بتهاجم طريق عمر وشايفة أنه محافظة البنك المركزي ممكن يكون هو السبب في الأزمة لا خالص هو طريق عمر وظيفته إيه طريق عمر وظيفته أنه يدير الدولار مش هو اللي يجيبه يعني هو الراجل وظيفته أنه بيدير الدولارات اللي موجودة في البلد فالدولارات مش موجودة أساسا فهو هيدير إيه هو قال في تصريحات لينا أنه البنك المركزي وفر في الفترة اللي فاتت 50 مليون دولار وهو ما يقدرش يوفر أكتر من كده وأنه هو بيدفع فطورة فعلا بتاعة 5 سنين من ضرب السياحة ومن الاقتصاد المتوقف ومن الاستراد العبسي اللي بيحصل ففيه فطورة موجودة يعني الأزمة اللي موجودة حتى عندنا يعني النهاردة الراجل بتاع رئيس رئيس تضامنية البرلمان لجنة التضامنية البرلمان قال الشعب لازم يصبر على الحكومة عايز أقولك من الوهلة الأولى لو أنا هقراء فهتري عليه الناس هتتري عليه يقول لك صبر إيه ده الناس خلاص بتصفوا تراب يعني لكن أنت تتكلمي آه الناس لازم تصبر على الحكومة بس الحكومة يكون أداءها مرضي يعني أنت قدام النهاردة فعليا يعني أشبه زراء رغم الخطر اللي حصل إمبارح الرئيس لما قابل المجموعة الاقتصادية وده كان تجديد ثقة في الحكومة ببساطة يعني هو ما قال إن الحكومة مكملة في برنامجها الإصلاحي فهو هنا بيجدد الثقة بالحكوم وعلى أثر ده طلع رئيس الوزراء قال إنه ما فيش تغيير في الوقت الحال ده قد يكون الرئيس مقتنع بقدرات الحكومة وأنهما بيعملوا إجراءات عظيمة جدا لكن ده غير مقنع وغير مرضي للشارع اللي هو لازم يفهم لأنه المسألة اتغيرت يعني ببساطة شديدة جدا ده عامل طاقة سلبية طاقة سلبية ضد الحكوم وعمل موقف سلبي ضد الحكوم وعمل موقف سلبي كمان ضد النظام عشان ما نعودش نقول الحكومة الحكوم لا ضد النظام الرئيس شعبيته تعرضت لهزات عنيفة جدا رغم إنه كان مكتسب شعبية طاغية لا بقى فيه ناس يتكلموا إنه السيسي مسؤول إنه السيسي هو السبب فيما يحدث طيب فيه اتهامات بتوجه للصحف بإنه الصحافة هي سبب الأزمة لدرجة إنه خرجت شائعات من كام يوم إنه حظر النشر بقى في موضوع الدولار وأسعار الدولار إلى أي مدى ممكن لا أنا هقولك على حاجة هو تقريبا الصحفة هي اللي طلعت قدم الجنة من الآخر يعني لأنه هو أنا بعمل إيه يعني أنا باجي الصبح مثلا يا جماعة إحنا هنتابع موقف الدولار النهاردة ناس بتكلم طرق عامل بنك المركزي ناس بتكلم بتاع وزارة المالية ناس بتكلم خبير اقتصادي بنحاول نفهم ما يحدث ونعرضه للناس هو أنا لما الناس تنزل تامل جولة مثلا زي ما عملها جولة بتاعة المصر اليوم نزل المحرر وراح لشركات صرافة وراح مش عارف إيه وطيق وقال الدولار بقى ب13 جنيه و40 قرش ولا ب60 قرش هو الصحافة هنا هي اللي بيبيع الدولار ب13 جنيه يعني أنا لما قلت إن الدولار بقى ب13 جنيه و60 قرش بأنا اللي ببيعه هنا المسألة أول أول ما تلاقي نظام أو حكومة تتكلم إن الصحافة السبب كويس فتعرفي إنه الصحافة هنا تحولت إلى شماعة والناس بتعلق أخطاءها عليه لأنه إحنا سمعنا الكلام ده أيام الإرهاب إنه ما تنشره الصحف في قضية ريجيني على سبيل المثال يقولك إنه رأي العامل العالمي خد المعلومات من الصحافة اللي بتنشر كلام متضارب أنا هنا مش قدام صحافة تنشر كلام متضارب أنا هنا قدام مصادر متضاربة بتديكي معلوماتني لأسف الشديد وده برنامج معني بالصحافة إنه فيه سوء فهم ضخم جدا فيه وظيفة الإعلام ووظيفة الصحافة يا جماعة إحنا بنتابع ما يحدث على الأرض لا نخلق ما يحدث على الأرض أنا مش أنا اللي بخلقه أنت عندك أزمة دولار فعلية فما تجيش تقول لي إن أنا اللي عملتها لك عشان أنا نشرت وعايز أقولك إنهم لو كانوا أصدروا القرار بحذر نشر في أخبار الدولار كانت تبقى دي يعني إيه مصخرة المساخر يعني طب والناس بتتكلم عن أزمة الدولار وأسباب أزمة الدولار بنشوف تصريح يخرج من وزير الكهرباء بيقول إنه زيادة أسعار الكهرباء خلاص هتطبق من الشهر الجاي هل التصريح ده توقيته موافق؟ لا عشو مسألة إن التصريح توقيته موافق ولا مش موافق مسألة إنه زيادة إنه زيادة إنه زيادة هي لتوقيتها موافق لأ تصريح في النهاية هيعمل إيه التصريح؟ ما هو ميت ميت المواطن ميت ميت لا هو فيه فطورة وضريبة للإصلاح الاقتصادي ماشي معاك بس إنت عارفة الأزمة فيها إيه؟ إنه الناس تطلب العدالة تطلب العدالة أنا كمواطن ماشي أنا مطلوب مني أدفع تمن لنا استهلكه أو هدفع تمن لنا استهلكه بس أنا لازم دخلي بأعمل إزاي؟ سيبك من أنه يعني 95% المواطنين ببشتغلوش يعني دي مسألة تانية وإنت عندك مصادر أخرى فيها إهدار فيها سرقة مال عام إنت بتكلمي عن لجنة تقاصل حقيقة بتاع الأمح بتقولك إنه فساد الصوامع ده أكبر قضية فساد تقريبا في القرن العشرين وواحد وعشرين فين الفلوس دي؟ فين الناس دي؟ الناس دي ما بتحسيبش ليه؟ وبعدين هو أنت دولة بجلالة أدرها وأنت لديك إرادة سياسية واضحة جدا وقرار وتقدر تنفذ وفين فلوس طريق الصحراء؟ متجبوها لو أنت شوية صيعة شوية صيعة برجال أعمال المخوفين الدولة مسكين عليها إيه يعني؟ فأنت عندك إعمل إجراءات اقتصادية صعبة بس الناس تتحملها بشرط إنها تشعر بالعدالة يعني تشعر إن أنت فعلا الناس اللي نهب فلوس البلد ترجعها الناس اللي واخد فلوس من البلد ترجعها فلوس الفساد دي كلها ترجع فببساطة شديدة أنا لو زود عليها الكهرباء ماشي بزود عليها الكهرباء ما فيش أزمة أنا بستهل الكهرباء هدفع إنما إنك تسيب ناس بس إحنا بنشوف مثلا أنه فيه لجنة لاسترداد الأراضي المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وشغالة ونفترض ناك وعمل موجود كويس مش معترض يعني لكن أنا بأتكلم في المبدأ العام المواطن مش هيب عنده هذا الغضب لأنه هم المواطنين هم حاسين إنه هم اللي بيدفع بس الفاتورة عايز أخذك لآخر حاجة الصحافة المكتوبة هل الصحافة المكتوبة الصحافة الورقية هل بتمر بأزمة؟ يعني من شايفين إنه إحنا في الأيام اللي فاتت كل شوية في جريدة بتتكلم عن أنت متفقلة والله يعني إن الصحافة المكتوبة بتمر بأزمة لا الصحافة المكتوبة يعني إحنا شايفين إنه فيه أكتر من الصحافة المكتوبة حضرتك بتنهار هل ده السبب أنه فيه صحافين بيتم اه كتير بيمشوا طبعاً طبيعياً واند الصحافة لا تمول من أموال الزكاة يعني اذا كان مثلاً عندي جورنان الجورنان ده أنا بدخل 20% من الجورنان وفيه 80% منه بيجوا من رجل أعمال بيمول من صاحب جورنان هل في حاجة تقدر انها توازن وانها تحفظ للصحفي الخرج حقه؟ لا ما هو أنت لما بتيجي تستغني على الناس مفروض أنك بتعملي إجراءات يعني أنا بنهي عمل عدد من الصحفين احنا عندنا في الباب أن هنا عدد من الصحفين الوطن الشهر الجاي كم صحفي؟ لا احنا مش من عندنا عدد من إدارات المؤسسة كلها لكن أنت بتكلمي في الصحفين مثلاً حدود يعني 45-52 حاجة كثير يعني رقم كبير ايه؟ رقم كبير برضي أكيد رقم كبير معنا يعني بس أنا بشارك أنه ما في الوطن في عدد كبير ما يشي في المصر طب من كده كنت تبشرني على فكرة لا خالص عسين لا أنت كنت متفاعلة بتقولي أنه هو بيتمر بأزمة لا ما بيتمرش بأزمة ولا حاجة لا بس في جملة واحدة عشان الكلام يتفهم صح أنت قدام أزمة طاحنة بتمر بها الصحافة كلها الصحافة الخاصة في مصر كلها لأنه أنا عايز أقولك أنه هي الصحافة الحقيقة ما عادتش بتأدي الوظيفة المطلوبة من قبل أصحاب الأموال سواء من السلطة أو من رجال الأعمال أو مكان في خلل في المسألة قد يكون المسألة أبعد من ده أنه هناك من يريد يعني تشكيل المشهد الصحفي مرة أخرى قد يكون وده سبب قد يكون مقنع لأنه إيه في الحنفية الوقتي لحد ما نشوف هنعمل إيه وده سبب مهم جدا المسألة البساطة الشديدة في الصحافة الخاصة أنه القاعدة فيها أنه لا أحد يستمر في جريدة يعني طول الوقت صحفين الشباب اللي هما مجدون وده مش كلهم كلهم أنا يعني معلمهم في الجامعة ومربيهم في الجرائب الأزمة عندهم أنه هما بيصروا أنهما يتحولوا إلى موظفين وده سبب من أسباب أزمة المهنة أنه أنت موظف فلما بتيجي تخرج من الجرنان بتتعامل لك كموظف مش كصحف أنت كفاءة ألف مكان هيلايك بس تلاقي أنا عايزة أشكراك دكتور محمد الباز رئيس تحيير جريدة البايدة وأشكراك على وجودك معنا دي كانت جولتنا في صحفة يوم جولة جديدة هنكون معاكم فيها يوم الحد اللي جاي تصبحوا على خير اشتركوا في القناة